سيادة النائب عبد المنعم امام معالي الوزير في مدخلة حاتفية قريبا قال بتحكم انا باعتذر للناس جامد وانا بقول لك يا معالي الوزير اعتذارك مرفوض جامد اعتذارك مرفوض لان وزارة التموين اثبتت بشكل واضح جدا ان مصر ما عندهاش مشكلة في قلة الفلوس لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص اثبتت وزارتك برضو وسنت سنة لم يأتي بها احدا من العالمين ان بلد يبقى فيها اكتفاق ذاتي من البصل والسكر يبقى عندها اثبت بصل وسكر اعتذارك مرفوض لان وزارتك اصبحت وزارة المعاشات باقتدار كل الناس اللي بتطلع المعاشات بيتبدلها سنوات وكل الكوادر الوسيطة ما عندهاش اي فرصة انها تتركها وطبها هذه البلد نصها بيقبض لحد الادنى للاجور 4000 جنيه اقل فرض النهاردة عشان يأكل عايز 50 جنيه في اليوم يعني لو اسره عايزة 200 جنيه يعني عايزة 6000 جنيه في الشهر داك لكهربا ولا مية ولا سكر ولا بنزيل انا بقولك معلي الوزير خد ال 4000 جنيه وعايش نفسك اسبوع زي اللي المواطنة عايشه اللي بيحصل دا سياسة مجحفة للشعب المصري ليس مقبولة ان احنا نخير الشعب المصري ما بين انك لا تبقى جعان وفقير لا تبدي ايدك وتمشي غلط وتبقى حرام لا في خيار تالت انكم تورونا عرض كتافكم وشكرا